فالخطيئة طبعاً الإنسان بيخطئ ما في أي إنسان لا يخطئ إن كان الخطيئة بالفكر وإن كان الخطيئة بالقول وإن كان الخطيئة بالفعل أو بالعمل ومش بس هيك يعني حتى الخطيئة مرات مش إذا أنا ارتكبت خطيئة مرات عدم عمل الشيء يعني مثلاً إحنا بنقول لما الإنسان بيرتكب خطيئة بيكون ضد الله لكن الخطيئة كمان إلها وجه آخر إنه أمتنع عن شيء هي خطيئة فمثلاً المسيح بيقول يعني الحق أقول لكم إن فعلتم بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم فبيتكلم عن جهنم النار للأشخاص اللي فعلاً ما عملوا هذه الأشياء مع إخوة المسيح الصغار على الأرض فكانت خطيئة أو إهانة موجهة ضد الله والكتاب بيقول أحباء يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لكن لاحظ شو بقول الكتاب بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة بآية 17 في رسالة يحن الأولى صحيح 3 وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطيئة له فإذاً مش الأشياء اللي بنرتكبها سواء بأفكارنا سواء بأقوالنا بكلامنا أو بأعمالنا حتى لما بعرف أنه أعمل حسناً ومش عم بعمله في سفر تذكرة في يعني الله شايف كل تصورات القلب فالله بيعرف كيف يحاسب الإنسان